تحتضن مدينة كان الفرنسية يومي الخميس والجمعة قمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى والصاعدة في العالم قمة تأتي بعد أسبوع من تواصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حول كيفية التعامل مع أزمة الديون ورغم الاتفاق إلا أن الدول الأوروبية ما زالت مطالبة بتقديم مزيد من التفاصيل حول تلك الخطة لطمأنة الدول الأخرى التي ما زالت تخشى من حدوث انكماش اقتصادي يشمل العالم بأسره ومع اقتراب موعد عقاد القمة تظهر الألاف في مدينة نيس جنوبي فرنسا للاحتجاج على القمة رافعين شعارات تقول البشر أولا وليس الأموال